وإلى أسواق النفط حيث عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات اليوم بعد تأكيد أوباك بلاس على العمل بخطة تعديل إنتاج النفط بزيادة 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر وفقا للمعلن مسبقا وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت بنحو 19% ليصل إلى مستوى 82 دولارا وسنة واحدا للبرميل كما صعدت عقود نايمكس الأمريكي ليصل إلى مستوى 78 دولارا و18 سنة للبرميل